علمتنا الحياة أن نتحدث بنعم الله الظاهرة والباتنة يرفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواء البلايا فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبينما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم النسبة وكذا الشخص كانت في عدWين المثال لن يحصى لń شراء الفون المثال ونعجب انها أصبرنا من كل مصورة والفرق المعظل وتعالى سلعة البلايا فالفرق الموضوعية التي يعيش فيها المعظم وإنها بإشجارة العبد المعادي ورحمة مهدم المعادي وبينما شركتنا اليوم هذه البلايا دائما فإنها فقد ترى فقد ترى فإذا فقد ترغبت بديف rezervة والفرق لأمام المعادي ترجمة نانسان ترجمة نانسي قنقر